السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير جميعا الفيديو ده بناء على طلبكم هنتكلم فيه عن افضل انواع الميكروفات وايه هي المواصفات اللي المفروض تشتري بها ميكرويف وكمان هنرشح بعض الشركات اللي ممكن تشتري منها ميكرويف مناسب ولكن عايزين نتكلم عن ميكرويف نقدر نستخدمه اكتر من استخدام بمعنى ان احنا نشيل فكرة ان الميكرويف ده للتسخيم بس يعني احنا عايزين نعرف ازاي نشتري ميكرويف نقدر نستخدمه اكتر من استخدام غير التسخيم بس فتابع معا الفيديو للنهاية ويا ريت تدعمينا بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وغيرك يستفاد ولو لسه ما عملت الشتراك في القناة تنزل تعمل الشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد الميكرويف بقى من الاجهزة الاساسية في كل بيت بالاخص في كل مطبخ ولكن اعتقاد الناس حاليا او بعض الناس بتعتقد ان الميكرويف للتسخيم بس ان انا مقدرش استفاد من الميكرويف غيرا انا حسخم فيه الاكل لتسخيم سريع وخلاص وده طبعا مش هنقول ان هو اعتقاد خاطئ ولكن في موديلات طلعت جديدة وميكرويفات طلعت بيكون لها اكتر من استخدام وده اللي احنا هنركز عليه واحنا بنشتري ميكرويف بحيس ان انا في كل الحالات انا دفع فلوس وطبعا هترجع على حسب ميزانية كل واحد فينا يعني انا ميزانية ان انا اجيب ميكرويف هشتغل بيه في التسخيم بس تمام اه ميزانية ان انا اقدر اجيب ميكرويف استفاد باستفادات تانية برضو تمام فحنتكلم عن بعض المواصفات اللي نقدر نشتري بقى ميكرويف اه طبعا لو انا هتجيه اتجاه ان انا عايزة الميكرويف للتسخيم بس حاجب اي ميكرويف شغل تسخيم طبعا مع الشركات اللي احنا هنتكلم فيها بعدين فخلاص انا هنعتمد ان الميكرويف للتسخيم بس ولكن عايز نجيد ميكرويف اه هنشتغل بيه وهنستفاد بيه يبقى نركز على المواصفات اللي هنتكلم عليه. اه رقم واحد اللي هنستفاد بها في الميكرويف ان لما بنجيب ميكرويف هنجيب اللي بيكون فيه سخان علوة بمعنى ايه بمعنى ان انت لو فتحت الميكرويف هتلاقي من فوق كده موجود سخان سخان حلزوني زيه زي بتاع الكاتل الشاي اه زي اللي بيكون في السخان اه هو سخان حلزوني بيسموه جريل او شواية. ممكن يكون على هيئة لمبوب الحلزوني ده او لمبوب المعدن ده وممكن يكون على هيئة لمبات كده تسخين. لكن في كلها الحلقات الاتنين واحد يعني الاتنين ووظيفتهم واحدة اللي هي انت ممكن تستخدميها اه كجريل او شواية ممكن تحمر عليه صواني اه نزام التحمير زيه وزي الفرن العادي. يعني نزام التحمير زي الفرن الكهرباء العادي تحمر عليه عادي ويبقى بشغال معاك تحمير. يبقى انت في اه المرة دي استفدت ان انت معاك تحمير وفي نفس الوقت معاك ووظيفة الميكرويف اللي هي التسخين العادي. طب عايزة نطور شوية كمان في ميكرويفات موديلات منلاقي فيها. السخان ده اي ان كان شكله وبنلاقي فيها مروحة توزيح حرارة. فكده احنا طلعنا بالميكرويف لمستوى اعلى شوية وهو انه ممكن يشتغل معايا كفرن. ازاي كفرن? ان انا بقى معايا ميكرويف اللي هو التسخين الميكرويف العادي ومعايا سخان اللي هو الجريلة او الشوية ومعايا مروحة توزيح حرارة. لما بيكون معايا في الميكرويف التلات اجزاء دولار بنلاقي ان الوظايا في الميكرويف بنقدر نتحكم فيها في التلات اجزاء. بمعنى ايه? بمعنى ان انا اقدر اشغل الميكرويف لوحده كتسخين اقدر اشغل الجريلة لوحده كجريلة او شوية ان انا مثلا احمر عليها واقدر اشغله كفرن مع مروحة توزيع الحرارة. بنلاقي ان البرامج بتشتغل معايا في توزيع الحرارة او في المروحة ان انا بشغل الميكرويف والفرن مع بعض مع مروحة توزيع الحرارة يعني التلات اجزاء شغلين مع بعض. وبيبدأ الميكرويف معي على حسب المرامج اللي بتكون متسجلة في الميكرويف بيبدأ الميكرويف بيبدل معايا بين الميكرويف تسخين الميكرويف وبين الجريل. اه في عندك حالتين. الحالة الاولانية انه ممكن تشغل الجريل والشواية مع بعض مع مروحة التوزيع بس هيكون اعتماد الكل في الميكرويف على التسخين بتاع الميكرويف العادي. وممكن العكس ممكن نشغل التالت اجزاء مع بعض. لكن هيكون الاعتماد في التسخين على الجريل اللي فوق اكتر من الميكرويف من تحت. ففي الحالة ديت بنعتبر ان انا مشغل الميكرويف من فوقه من تحت زيه زي الفرن الكهربائي. ففي الحالة ديت انا استفدت بالميكرويف زيه زي الفرن. يعني انا استخدمت الميكرويف فرن. اصبح ان الفرن شغل معايا تلات اجزاء او تلاتة في واحد زي ما بيقولهم تلاتة في واحد اللي هو شغال معايا ميكرويف حسخم فيه تسخين سريع هيشتغل معايا كفرن هيشتغل معايا كجريل او شواية فانا كده استفدت بالميكرويف في بداية مع وظيف مبدئية اكتر من التسخين وطبعا بالنسبة للميكرويف التلاتة في واحد ده انا عامل فيديو شرح كامل لميكرويف زي كده نفس الموديل بشرح تفصيلي لطريقة استخدامه وطريقة التشغيل بتاع وفي نفس الوقت برضو شرح الوظائف اللي موجودة في الميكرويف اكتر من كده لان بيكون فيه برامج مسجلة هسيب لكم اللينك في الوصف تحت واحسيبه لكم في علامة الايفو ممكن تراجع عليه لو انت عايز تفهم اكتر عن الميكرويف احنا هنا بنتكلم باختصار شديد عن الميكرويف ان احنا نقدر نشتري ميكرويف نستفد به فانا هنا استفدت بالميكرويف في الحالة دي طب في حالة ان انا معايا ميكرويف زي ده بنلاقيه مسجل عندي برامج تسخين بمعنى ايه برامج تسخين او برامج تسوية بنلاقي لو انا لفت البقرة بتاعت الميكرويف كده او اي ان كان الموديل على حسب حنلاقي فيه برامج يعني انا زي الميكرويف اللي انا شغال عليها ديت هي دي البرامج اللي واضحة قدام مني اللي شغالة معايا بتقلب معايا في البرامج البرامج ديت بنلاقي فيها اه لو انا عايز اعمل فراخ لو انا عايز اعمل لحمة لو انا عايز اعمل اي مسلا سوائل زي قهوة شاي بنلاقيه مسجل البرامج دي عندي. بمعنى ان انا لو جيت خدت على خدت على برنامج مسلا وليكن لو خدت على برنامج الفراخ بنلاقيه مسجلي البرنامج بتوقيت معين هو حبز التوقيت بيقول لي بيطلب مني ان انا حط الوزن بتاعي يعني انا مسلا لو معايا فرخة وليكن الف جرام او الف وخمسمائة جرام او الف ومتين جرام ايا كان الوزن اللي موجود متسجل عندي بدي الوزن بتاعه فتلقائي بيبقى مديني الوقت اللي هيستخدمه في التسخين او في التسوية للبرنامج ده فده برنامج مسجل فبنلاقي اكتر من برنامج ممكن نلاقي في بعض الميكروفات ممكن نلاقي فيها سبع برامج تسع برامج عشر برامج احتاشر برنامج على حسب موديل الميكرويف اللي احنا هنشتريه فده باختصار ان انا دلوقتي لقيت عندي برامج فديت حاجة بالنسبة للميكرويف الحاجة التانية اللي انا بلاقي الميكرويفات بقى اللي هي بتكون موديلات حديثة دلوقتي بلاقيه بيديني البور او الطاقة بتاعت الميكرويف بمعنى ايه بمعنى ان انا لو ضغط على في زرار كده بيديني بور الميكرويف بيديني كقوة زي مية في المية تمانين في المية خمسين في المية تلاتين في المية طب دي هنقدر نستفاد بها في ايه هنقدر نستفاد بها ان انا لو انا بشتغل على الميكرويف مدة طويلة لو انا حسيب الميكرويف شغال مدة طويلة اقدر اقلل الطاقة بتاعت الميكرويف بحيس ان انا ما يسحبش عليها كهربا زيادة. يعني ما يخليش الاستهلاك الكهربا بتاعي عالي. طبعا احنا عارفين ان الميكرويف الطبيعي ان هو بيستهلك عليها كهربا. ولكن لما بيكون انا باستخدمه لفترة طويلة وقللت الباور بتاعه او القوة بتاعته او النسبة بتاعته مثلا لخمسين في المية لتمانين في المية على حسب استخدامي. هللاقيه ان هو بيقلل معايا الا استهلاك الكهربا وفي نفس الوقت هيديني عمر للميكرويف ان الميكرويف حيفضل شغال معايا بفترة طويلة ما يتقزاش مني او ما يسخنش مني زيادة عن اللزوم او يحصل في حاجة. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بنركز فيها. برضو بنلاقي حاجة تانية بعض الموديلات موجودة عندي برنامج ازابة بتلاقي عاملك زرار لوحده كده ازابة. ازابة يعني ايه? بمعنى فك التجميد بيفك لي تجميد الحاجة. ازاي? انا عندي مسلا فرخة حضرتها في الفريزة. او عندي لحمة حضرتها في الفريزة ومجمدة وعايزة فكها. بنخش على برنامج الازابة بنحط الفرخة بتاعت في الميكرويف. بنخش على برنامج الازابة بعض الميكرويفات بتديني اه طريقتين في الازابة. ازاي? الطريقة الاولانية ان هو ممكن يكون مديني ان انت تختار الجرامات او الوزن اللي موجود عندي. يعني مسلا عندي برضو على سبيل المسال الفرخة اللي هي مجمدة دية. وزنها الف جرام الف ومتين جرام الف وخمسمائة جرام. بنحط الوزن بتاعها هتلقائي بيديني الوقت اللي حيعمل فيه ازابة او فك تجميد للحاجة اللي معها ديت الفرخة مسلا او اللحمة او ايا كان. وفي برنامج تاني منها ممكن انا اقدر احدد من غير وزني. يعني حتى لو انا مش عايز احط وزن اقدر احدد التوقيت بنفسي. يعني انا حطيت الحاجة او اطلعت مسلا الفرخة المجمدة من التلاجة. من الفريزر حطيتها مسلا في الميكرويف. اقدر ان انا اجي جاي مشاغل عليها. برنامج الازابة باي توقيت انا عايز عايزه خمس دقايق عشر دقايق عشرين دقيقة لحد تسعين دقيقة اقدر احط في الازابة. يبقى برحتي. يبقى انا معايا برنامجين في الازابة. فهنا انا خدت برنامج ازابة للميكرويف. فانا استفدت بالميكرويف مش في تسخين بس استفدت بيه كمان في ازابة هو. عندي حاجة تانية برضو بعض الميكرويفات بيلاقيهم اديني طايمر. اه ان انا زبط توقيت للميكرويف. لو انت حطى مسلا حاجة في الميكرويف وعايزاها مسلا بعد مدة معينة دقيقتين تلاتة خمس دقايق ايا كان الميكرويف يديك جرس او انذار يفكرك بالحاجة اللي موجودة. يعني انت حططيها. وليكن انت ساهية في حاجة بتطبخي بتعملي حاجة تانية. وعشان ما تنسيش عن الميكرويف فبتزبط الجرس. بيبدأ الميكرويف يرن الجرس اوتوماتيك لوحده. يفقرك بالحاجة اللي موجود. وفي نفس الوقت بيديك برضو توقيت او ساعة. ممكن ان انت بدل ما بيكون الميكرويف في الشاشة بتاعته كده معمول على صفار. لا ممكن انت تزبطيها ساعة زي الساعة العادية بتاعت الحيط او الساعة بتاعت الهدي. الساعة بتاعت التوجيت العادي يعني. فالتوقيت ده ان انت ممكن اه تزبطي تشوفي منه الساعة. دي برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة في الميكرويفات. فدلوقتي انا بدأت تستفاد بالميكرويف اكتر من استفادة. طبعا انا باتكلم اي اعتبر بشكل سريع ومختصر جدا مش بالتفصيل في كل برامج. لكن لو عايزين تفصيل هتلاقينا سيبلكوا في الوصف كزا اه نوع في تفصيلات كتير بالنسبة للتشغيل وبالنسبة للبرامج عشان لو عايزين تفهموا البرامج اكتر حبقى سيبها لكم تحت. فان شاء الله يعني تكونوا استفدتم من موضوع المواصفات. لكن لو جينا على موضوع الشركات او الشركات اللي احنا نشتري منها في اكتر من شركة ممكن نشتري منها. اهم حدا عندي في الشركات ان انا اشتري شركة تكون معروفة. يكون لها خدمة ما بعد البيع. يكون لها قطع غير متوفرة. ما نروحش نجيب شركة مسلا جديدة بمجرد ان هي مسلا عاملة لأوبشن معين في الموضوع فاروح اشبط فيه او اجيبه. لا انا ممكن اجيبه عادي مفيش مشكلة. بس احنا بنفضل ان تكون الشركة معروفة ويكون لها قطع غير ويكون الناس مجرباها. فانتو برضو لو مجربين لو اي حد فيكم مجرب نوع مكرويف معين وبقى كويس معها او مش كويس معها ياريت يكتب لنا في الكومنتات عشان نستفاد منه كلنا يعني نقدر نستفاد كلنا النوعات دي كويسة او لا. فبعض الموديلات ممكن مسلا نتكلم في طورنيدو فريش. طبعا لو جينا مسلا في البداية في الاول خالص هنقول ال جي سامسونج. الحاجات دي كويسة. كينود. اه هنبدأ بقى تحت شوية فريش تورنيدو. اه شاربة برضو كويس جدا دي من الحاجات العادية. لو احنا عايزين بقى شوية فوق بقى هنجيب هنجيب اه هنجيب اه البا. الحاجات اللي هي تكون عالية شوية. فالميكروفات دي كلها كويس. برضو السيف كويس. اه الحاجات دي هات برضو كويسة وفيه طبعا انواع كتير احنا بنتكلم باختصار عن بعض الانواع. فيا ريت لو انتم كمليين معايا لحد دلوقت. بنفكركم تاني انك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وغيرك يستفاد. ولو عندك اي تجربة بالنسبة لايه ياريت تكتبونا في الكومنتات عشان يستفاد كلنا. ولو عندك اي استفسار برضو كتب لي في الكومنتات وهنرض عليك. تحياتي للجميع.